الجونيورز او الفريش درادز ممكن يبقى البروغرامز مهمة جدا ليهم لان هو دي حاجة ممكن تبقى انتري ليفل هو كده كده هيشتغل بالتولز دي بشكل كبير السينيورز الاهم والحاجة الاكبر اللي هما مفروض ان هما يركزوا عليها والحاجة اللي فعلا بتبقى بتتقدر بفلوس كتير قوي هو يبقى فاهم ديزاين صح عنده كور علم الانتيرير ديزاين یهنا عهلا بكم و حلقة جديدة من افراج الانتيرير توكس في الحالة دي هنبدأ انحنا بكلم ثاذ الانتيرير ديزاين؟ هميتها بالنسبةMINتر شركة للعلم افراج الاينتيرير ديزاين لو انت تعلم برامج الكويس قوي بسما يستعلم игр و معدكش كور علم و العلامfar انتيرير ديزاين او الا الع對吧 والبرامج هي المكملة للعلم ده. خلينا نبدأ ان احنا نتناقش على كل التفاصيل ديت من اوارنا في الحلقة دي مش هونت صاحبا المتولي هو اللي هيبدأ ان هو يتناقش معنا في الاجزاء دي كلها. خلينا نبدأ ان احنا نتكلم في الجزء ده بالنسبة لك انت لما بتعين حد في الشركة عندك. خلينا بس الاول قبل ما اسألك السؤال خلينا نتعرف نفسك للناس بحيث الناس بعارفة برضو اكتر. انا احمد المتؤلم وان اسمع ماري انا فاوندر لمسار اركتكت من الفين وسبعتاشر. المكتب بتاعنا مكتب اركتكتشور وانتيريو ديزعين والحمد لله لنا شغل من برا مصر وجوه مصر. انا يعني بشكرك على الاستضافة يعني انا مبسوط ان انا موجود هنا لان دايما علاقتنا بقالها فترة طويلة الحمد لله. ودايما بشوف ان انتو ان هنا بتحولوا تضيفوا اثر وتضيفوا حاجة للفيلد وموضوع يعني حاجة كويسة يعني ان الواحد يكون معاك كوي. حلو قوي. حاجة من الحاجات الجديدة عندك ان انت عامل في السعودية. فده برضه من الحاجات اللي انت كأنك شغل جديد هتبدأ ان انت تشتغله في السعودية كأوفيس ليك. صح؟ بالزبط او. نخش في الطابق احنا دايما بيجي ناس بتعينه في الشركة. حاجة ما سنيجي يقولك والله انا سينيور انتيريور ديزاينير او سينيور اركتاكت ومعايا بروغرامز كذا وكذا وكذا. هل السينيور بالنسبة لك اهم حاجة بالنسبة له البروغرامز ولا انت ببص على الموضوع ازاي لما بتيجي تعين جونيور او سينيور نظرتك للموضوع بتبقى عاملة ازاي. طيب. يعني دايما لما حد بيسألني بقول ان احنا بيجي لنا يمكن. الف سي بي او الف بروتفوليو. يعني احنا اذا طلعنا منهم عشرة في المية او خمسة في المية بنبقى مبسوطين جدا. لسبب لان انا بحس ان الناس عندها مشكلة في ناس زي تبريزنت شغلها. ممكن تلاقي حد صغير بس هو مش قادر انه هو يعمل بشكل رياليستيك ومش عارف يشتغل برامج وكده. فهو حصر نفسه ان انا البروفايل بتاعي هو مشروع التخرج مثلا. مش انا عملت ايه بعد كده. مش مش ايه اللي وصلني مسلا للمشروع التخرج. مش ايه المشاريع اللي انا خدتها حاجة تاني في الجامعة كذا. ممكن تلاقي حد تاني بشغل كويس لكن عنده مشكلة في البرزنتيشن بتاعت الفايل بتاعه. فسدقني احنا في الاول اما بنخش على الانتليل اما بنخش اما بيجلنا سي فيهات او بروتفوليو. احنا نبص على البروتفوليو. بنلاقي ان البروتفوليو ده رقم واحد كويس. يعني ده بيدل ان الشخص ده عارف يبرزنت عن نفسه. عارف يريد شغل. ودائما احنا عارفين ان المعماري او الدزاينر لازم يكون بيعرف يتكلم عن شغل. بيعرف يقص في شغل. فدي بنفهمها طبعا انت مش قاد قدامي انت حد بتبعتها على الايميل او او بتملأ فورما او اي حاجة. فانا ببص الاقي ان الشخص ده عنده بريزنتيشن حلوة. فالشخص ده لو جبناه قعدناه في بريزنتيشن. لانه عارف يعني بريزنتيشن لنفسه. لانه محدش بيعام بريزنتيشن لحد محدش بيعام بروتفوليو لحد. يعني دي بتبقى من الحاجات دايما ان الواحد بيعاملها لنفسه يعني. الحاجة التانية برضو اللي بتفرق في الاختيار مدى المصداقية بتاعته. كنا دايما بنقول محدش يبالغ في ان انت تقول على نفسك ان انا بعمل وبسوي وكذا ومسك مدير مكتب ومسك شركة ومسك كذا. سيب الشغل وهو يتكلم واحنا هنفهم انت وضعك ايه. انا بنشوف رقم التخرج سن التخرج. وبنشوف الشغل اللي موجود. فاذا انت خريج بقى لك سنة وانت خريج بقى لك سنتين احنا بنقيمك في السنة وسنتين. يعني احنا برضو مش عايزين سوبر هيرو. يعني دايما ممكن نبقى عايزين تسك معين فالتسك ده هو هيعمله حد بقدرات معينة. فنشوف في حاجة معينة. فخلاص يعني احنا موفقين على كده. زائد ان احنا دايما انا بعمل كده وفي الشركة عندنا بتعمل كده. ما اعرفش يعني مش ممكن حاجة مش كل ناس تعملها. احنا دايما مش بنشغل الشخص المخلص مية في المية. الخلصان مية في المية. هو لازم يكون فيه هو هيستفيد واحنا هنستفيد. هو هيستفيد. 100% هو الناس اصلا ما تبقى في الشغل اللي بيخليها تكمل وشغل حكتين. انه هو يبقى بياخد فلوس كويسة وفي نفس الوقت يكون بيستفيد علميا ويتطور نفسه علميا. بالزبط فهو الواحد لما هو احنا هنضف له هو هيتمسك انه هيكون معانا. باللأس هو برضو هيضف له. فدايما انت بتاخد الشخص اللي عنده تموها. حاجة برضو تانية في الاخر بتفرق ان انت لما بتقعد مع الناس دي. يعني سبحان الله برضو الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي لما تمشي صح في البروفايل تبقى قاعد مع الشخص. الكلمس بسبب سعبين في المية انت عارف الشخصي عامل ازاي ارميج. يعني دي فقنا حاجة بتفرق. انا مش من الناس اللي بحب اعمل اربعين انترفيو واختار منهم اتنين. نعمل نعمل تلاتة نختار واحد. نعمل اتنين والله نختار واحد. نعمل تلاتة نختار التلاتة. يعني دايما لما بنكلم حد في انترفيو معنا كده ان الحد ده شورت الاستقوي قوي. ابي حامشون ده هي وقت الناس يعني. حلو. فالحمدلله لما بنحط قصص التقييم اللي اترك علي دي. وبتلاقي ان الدنيا ماشية كده. بتبقى عارف الشخص اللي جاي ده عامل ازاي. فهو بعد كده انت عادت معي. لقيت ان هو عنده بتاعه كويس. حاس ان هو حاجة تانية برضو ان هو قاعد معاك. حاس ان هو لو اشتغل مع الناس اللي وره دي هيرتعهم مع بعض. دي نقطة مهمة جدا. شبه الناس. اه. مايبقاش حد في دنيا لوحده والناس لوحده. شرونيتنا في الوقت في الاخر يا تيمورد. هو فريق. ما حاجش مشتغل لوحده. ما ينفعش يبقى حد مشتغل حد. ما ينفعش تبقى الشركة بتشغل ناسه وخلاص. دايما كنت بقول للناس عندنا وبقول له احد. احنا مش عايزين نتعامل ان الناس كراسي احدى على كراسي. يعني ان الشخص ده بني ادم. انت لازم تديله ادارة اللي هو ماسكو. لازم يتعلم فيه. لازم يكبر فيه حتى ادار التسكة تلاقي بعد كده بيدي الحاجة اكبر فاكبر فاكبر فاكبر. وتلاقي ان الناس اللي معاك فعلا فعلا يعتمد عليه وتشيل. بيبدأ الموضوع يكبر معاهم واحدة واحدة. خليني اقول لك ان بالجزء من الاجزاء اللي انت تتكلم عليها. ان من اكتر الحاجات اللي دايما دايما بتبدأ انها تفرق في اي شركة. ان الناس لما بتبدأ ان انت اتخذوا على بعض بسبب انك انت اخترت الناس بشكل معاهم. والغريب ما بيطولش. يعني لو فيهم خفض غريب عنهم. هو من نفسه. خلي بالك الشغل في مصر عندنا هنا. سهل انك تتعاين في الشركة بتعاين البكرة. ما فيش تعائدات ان انت هتتعاين. لا بيبقى فيه سهولة شوية في تعينات. فدي بتخلي برضو ان اللي مش مرتاح بيمش بسرعة. يعني. يس. ما فيش حد هنا بيقبل ان هو يفضل قعد مش مرتاح ويمشي وكذا وكذا كتير. خصوم في السن الصغير تلك ترن اوفر عالي قوي. ففيه ناس بتمشي فسهل او انه يمشي فهلا. وهو لأ ان هو مش مرتاح حتى لو بيختروس كاس لأ هو ممكن يدور عمكان دايما. بس فيه ناس بقى عندها مشكلة في الجزء ده. بما اننا اتكلمنا على الجزء بتاع ترن اوفر. ان فيه ناس كتير مثلا بتيجي. بيقول لك الله انا اروح في الشركة دي اخد شوية اكسبيلينس. بقى اتنقل لشركة تانية اخد شوية اكسبيلينس. اتنقل لشركة تانية اخد شوية اكسبيلينس. انا دايما بقول للناس ان نصيحتي يعني انك تقعد في الشركة سنة كاملة. عشان تقدر ان ان انت تبقى عديد بالسيزونز والمراحل المختلفة الموجودة في الشركة فعلا بقول لك استفدت في الشركة. لما اشتغلنا في الاول كان بيتقلنها في الشركة ثلاث سنين. اه يعني اتليست سنة. لا ده دلوقتي بصح. دلوقتي بص من السرعة للدنيا بيتماشي بيها وكده. فعلا اتليست سنة. خلي بقى لك احنا عندنا هنا الناس هنا طموحة. والناس هنا بتشوف بعض وعايزة كلها تجبر. بالضبط. البلد عايزة تبقى كلها صحاب شركاتي. في مصر فيه ناس وعفكرة انا بشجع الناس انها تعمل كده. سنة الحياة. اه بس تعمل كده امتى? لما كنت انت فعلا خدت قوية في الحتة دي. وقدرت انك تفاهم شايف البروسس كلها. مش تعود ثلاث شهور تحيس ان ايه ده 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 بمصاح بالشغل ده. وما بيعملش حاجات كبيرة. وانت مش شايف خبايا الموضوع. مش شايف انه ممكن يحصل حاجة. لا ما هو محدش بيحس بالحاجة الا لما يتخطي فيها. بتلاقي ان هو وقع وقام خدش فلوسه هنا. هصل له مشكلة هنا. ما تسلمش مشروع. هصل له مشكلة خارجة عن كل الكلام ده. دايما بتلاقي فيه مشاكل بتاع صرف النص. فان حد يشيل الرزق لوحده هي مش سهلة. وممكن يكون اللي برا الموضوع اللي هو مش 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 شغال انه هو عنده مكتب خاص او شغال حمل حر يكون حاسس انه باله مرتاح شوية. لكن اللي شغال اه هو الشخص الاول او الشخص المسؤول هو باله مرتاحش. يعني هو انت دايما بتلاقي فيه جديد ودايما بتلاقي فيه مشاكل بتحصل. يمكن يكفي يعني انا دايما بقول يكفي انه هو للنهار هو استاند باقي لأي مشكلة. اه استاند باقي انه ممكن مشكلة. تحصل دلوقتي. كانوا بيقولوا انك لما بتسيب الوظيفة اللي هي 8 ساعات وبقرر انك تفتح شغل فانت بقرر انك تفتح شغل 24 ساعة. ولو اشتغلت 8 ساعات انت بقيت 24 ساعة انت دماغك في الشغل وهعمل ايه بكرة وهروح اعودي فين وهتطور ازاي. ممكن والله تجي لك فكرة الساعة 12 بالليل تكتبها اه انا بكرة هعمل كزا. انا والله المفروض نعمل كزا. تشوف فيديو يعجبك فيفتح دماغك في حيطة مختلفة. مش عارف هي تنزل تحضر ما كل ده بره الشغل. بزغط. يعني احنا. بس هو في الاخر بيصوب في شغل. هو بيصوب في شغل. فانت حياتك بتبقى كلها. بزغط. يعني بيبقى فعلا ده جزء من حياتك جزء من بيتك يعني. فبرضه دي مش سهلة. يعني وبرضه دي مش بتيجي مرة واحدة. دي عايزة حد يكون جابها مرة في الثانية في الثالثة. تدرج وظيفيا. يعني يمكن من اكتر المهارات اللي لازم يكون صاحب مكتب عنده ان هو يبقى عنده مرونة لان هو انا محتاجة اتعلم ده وتعلم ده وتعلم ده عشان اخد من ده بتحطها هنا. وتعلم جزء ده عشان احط ده هنا. وفي الاخر الاقي نفسي اه ده كل حاجات دي ما نفعتش. طب يلا نشوف احنا هنغير ونعمل ايه. على طول ما عندك فكرة ان انا قابلت مشكلة هحلاها ازاي. هشتغل عليها ازاي. هشوف مين قبل يعملها عشان ابدأ ان انا اشوف اه هتعلم منه ايه. هبدأ ان انا افهم التفاصيل دي كلها اقرأ كتب اذاكر كورسز. كل حاجات دي صاحب الشغل لو ابتدا ان هو يعملها. هنا يبدأ ان هو ياخد الشركة ان هو بيقودها فعلا لحتة كبيرة او حتة حتة مختلفة. على عكس ان تبقى انت كصاحب الشغل انت بتتعامل مع الموضوع لان هو تسكت يعني لو موظف مثلا بتتعامل مع الموضوع. على ان هو انا عندي الحاجات دي اتوعيز تطور نفسي في حاجة معينة بس مش مهمة بقيت الحاجات. يعني مثلا. ما هو الشغل اللي حضرتك قلتها دي هو الشغل مش كله هندسة. يمكن انت بتوصل لفليب المعين هو الشغل بيبقى. الهندسة ما باقيتش. بالزبط. او لان هو ما احنا في الاول في الاخر اذا انا اتكلم كبزنس موديل هو احنا بنبيع برودكت. والبرودكت دا اللي هو الدزاين السيرفز اللي احنا بنعملها دي برودكت. طب البرودكت دا بيتسوى ازاي؟ بيتباع لمن؟ بيتباع بكامل. ممكن انت انا وقعت في الغلاطات دي واعتقد ناس كده برضو وقعت بيها. بتفضل شغل وخلاص. وعندك تعينات وخلاص. ومش عارف الشغل ده يكلف عليك كامل. الساعة يكلف عليك ك دي اكلف عليك كامل. مع الوقت. مع الوقت. لو معرفتش تحسب ده. ده من اكتر حاجات اللي بتوقع الشركات. ان صاحب الشركة ان يكون معنوش الكفاية. ان هو يفهم ان. وحط كده. ما حط في دي برضو نزعة الهندسة. ان انا مهندس. فان انا مهندس دي. ان انا عام كل حاجة. وان الناس بتبقى. اها. لا يعني هو انت اه انت مهندس تعمل كل حاجة. بس هنا لا بيبقى فيه جزء اداري انت لو مش فهمه لازم تقبل ان انت تتعلمه. يس. بفيه وقبل اداري كم جزء تسويق. يعني. ده تسويق موضوع الماركتنج. مش جاست ان احنا بخش نعمل انات على فيسبوك. هو ده. يمكن يكون دلوقتي ده بيتأقل حاجة اسهل حاجة التسويق ان هاد يعمل انات على فيسبوك. والبلاتفورمز دي بيتسهل موضوع قوي 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 عن زمان. لكن بقصة دلوقتي. ايه الاختلاف اللي عندي. فكر. ايه الكونت المختلف اللي عندي. اللي يخلينا تميز عن الالف مكتب اللي زي. مع مش كلنا هنعمل ديزاينز ورندرز ونوض نعمل عليها ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي. كله شبه بعض. يس. انت بتقدم ايه. البيزنس بلان اللي انت حطيتها. او انت برضو ممكن. او انت بتضيف للناس ايه. او انت بتضيف حتى للناس اللي معك ايه. يعني هو انت دايما لازم يبقى عندك في شركات والله بتبقى كل صمعتها. ان الشركة دي الانفيرومنت اللي فيها حلو. انفيرومنت فيها جميل فالناس حبق تشتغل هناك. يعني في شركات بيبقى هو ده الاد فاليو اللي هي بتضيفه. ان هي بتغير حياة الناس اللي معاها. او او ان هي بتعلي من المستوى بتاع التيم بتاعها. او ان هي بتعلم ان الصغراء الصغرين بيجي وروحوا يتعلموا فيخرجوا فيبقوا متعليمين كويس. لكن هي على على اسكيل السوق بتعمل زي اللي السوق بتعملك. يعني عادي. فانت بيكون لك المقطاع. بس بتأترك الناس اللي عندهم هاي كواليتي. فبيبدأ الموضوع عندهم خلاص ليه بتأتركتهم عن طريق الانفيرومنت اللي موجودة او الماركتينج بتاع الانفيرومنت اللي هو بيعملو. فبيبدأ ان هو يشد الناس دي ليه. فبيبدأ ان هو يطلع شغل قواني دي لو ما كان في انفيروم انت حلو بالتأكيد هتطلع شغل حلو يعني هو بالتأكيد الناس دي هتطلع شغل حلو لكن انا لو انا تجربتي انا احنا احسن شغل يعني مش قادر اقول احسن شغل بس يمكن اكبر مشاريع اي بنقول دائما احنا اشتغلنا فيها كان القوام الاساسي للتيم الناس خارجة بقالها سنة و سنتين القوام الاساسي يعني انا برضو مش مع فكرة ان انا المكتب كله يبقى سينيور اه عشرة سنين مش مش هينفع لا مش هينفع لان مش قصة كده قصة بيدان يضربه في بعر طبعا قصة ان هو دلوقتي الاجيال بقت بسرعة في اجيال كتير يعني اذا شفت مثلا خرج العمارة من عشرين سنة من عشر سنين و من خمس سنين و من سنة هم مختلفين تماما في الطريق اللي بيخرج بها شغلهم حتى فانت دايما بتبقى عايز حد من كل الساعة العمرية فانت عايز السوير اللي بيقعد يعمل و اللي لسه لسه جاي من الجامعة فلسه شغل في الافكار اللي بيعمل بيتها الامر و بيعمل حاجة طايرة و بيعمل ايه انت عايز النوع ده يفكر و في نفس الوقت انت عايز الشخص اللي بيفكر جوز سندوق يمسكه لان ده لو افكر لو اضعه يطير مش هينفع فانت بتبقى عايز حد فوق يمسكه بتبقى عايز حد ينفذ جوز امعين فبقى بتلاقي نفسك و وصلت في الاخر ايه ان انت بيبقى عندك هيريركي في التيم الناس دي كلها بتعلم قولات تصفين من بعض ومش وارد هو هو مش وارد هو بيحصل دايما ان الكبير بياخد معلومة صغير وحتى لو كانت معلومة في التسويق في التك توك مثلا يعني ما هياخدها بالصغير تعال عملي الاكاونت ده يعني مثلا قبل كده حصل عندنا حد كان عايز يعمل الاكاونت على الانستجرام جاب حد صغير قال له يعني كلنا في بعض في الاخر كلها دايرة مقفولة بزرق ويمكن دينا صحة صحيحة للناس اللي في الشركات سواء بقى انت دخلت الشركة وانت جونيور او سينيور لازم تخش بباينسات الليرنر انا داخل اتعلم مش داخل مش داخل الشركة الغرض الاساسي منها ان انا باخد فلوس مع ان ده غرض ما عنديش مشكلة خلاص فيه لكن الهدف الاساسي انت داخل تتعلم تاخد experience تبدأ ان انت تحتك بمشاريع مختلفة تحتك بناس مختلفة فتبدأ ان انت تطور مهاراتك دايما دايما في مقولة اللي هي ان لم تتقدم تتقدم فانت لو انت مش كل يوم بتبدأ ان انت تشوف ايه اللي حصل جديد و ايه الحاجات اللي موجودة في الماركت و ايه الحاجات اللي المفروضة ان انت تشتغل عليها هتلاقي نفسك انت بقيت خلاص قديم و بقى الناس الصغيرين عارفين اكتر منك و عارفين حصيل اكتر منك لا و ده اللي حصل في الطفرة الاخيرة على فكرة الطفرة الاخيرة لو نتكلم عن الموضوع 3D render الطفرة الاخيرة خلت ان فيه ناس صغيرة 0 experience سكاة سنين خبرة لكن هو ممكن يكون في حياتي و عنده experience كبيرة نتكلم experience اللي هي اللي هي الناس بتقايم بها اللي هي سنة التخرج لسه متخرج السنة دي و كي بقى يكون هو كان ينامي نفسه و كان شاطر الجامعة و انا شوية ما بقى يلوش بسنة التخرج لا ما هو ما بقىش لك اما عشان كده ولا فبقى ان هو بيطلع رندر قوي جدا و حلول حلوة جدا تيجي تبصي تلاقيه ان هو اخرج لسه جديد طيب ما هو الشخص ده هو معنى كده ان هو علم نفسه بنفسه ان هو عنده تغذية بصريقة حلوة و ان هو شاف كتير و ان هو عارف يعني دايما برضه بالحاجات اللي بنقول انها بتفرق ان انت تبقى عارف الناس اللي انت تعملها دي زين دي عايشة ازاي تبص تبص بنظرته هو متبصش بنظرة ان انت بتعمل حاجة فانت كده كده الله حلو و رأيك هو دايما صح بص بنظرته هو فبالله لا ناس صغيرة دلوقتي بتطلع شغوله قوي جدا ففعليا دلوقتي ممكن في الزمن اللي احنا في ده مبقيتش قصة سنين طبعا بس مبقيتش قصة سنين خبرة كاملة و ان انا لازم ابقى عديد بسنين معينة اصل هي مش يعني مش ساعة مش ساعة هتخلصها هتوصل انا دايما بقول مثلا حد يقول لك فالله انا عندي عشر سنين لأ حضرتك انت عندك سنة واحدة مضروبة عشر مرات صح تتعمل نفس الحاجة فانت كأنك نفس الحاجة اللي انت عملتها دي عدت سنة عشر سنين بتعمل نفس الحاجة فانت في الحالة دي انت مكتسبتش اكسبيينس جديدة احنا في سنة واحدة ممكن ان شخص يبقى 10x و شخص تاني يفضل زي ما هو فالبوينت كلها انك محتاج دايما ان انت تطور نفسك تبدأ انك تشتغل عن نفسك عشان تبقى انت عارف ان السنة دي انا خارج و انا عندي اكسبيينس شكلها اعمل ازاي ايه اللي تضافلي في السنة دي و دي حاجة انا دايما بانصح الناس بها ان في بداية السنة انت لازم يعني خلينا برضو عشان ما انولهاش في بداية السنة كل لما تشوف حاجة تخليك تقدر تراجع نفسك هو انا السنة دي بعمل ايه انا السنة دي حدفي ايه انا السنة دي بحتاج اطور نفسي في ايه و هل هخرج من السنة دي و انا عامل التطوير دا هو مختلف ولا لا فلو انت قدرت انك تتمنج الحتة دي هتلاقي نفسك انت اوتوماتيكلي بتكبر في الشركة بتاعتك و من كبرك في الشركة بتاعتك هتبدأ ان انت تفهم كويس قوي تفاصيل كتير قوي تقدر مع الوقت تبدأ ان لكن لما نرجع ناس كي جدا مثلا جونيور و يخش مثلا يقول لك لا انا بعمل رندرز قوي جدا فانا عايز مرتب خيالي و بص انا دايما عندي وجهة نظر في القصة دي لو انت في اول سنين تخرج في اول الحياة يعني مسك لسا الخط في اوله بايدا عن انت خبرتك ايه او شغلك او مستوك يعمل ازاي يمكن في ايه حاجة في الدنيا لو انت نسيت الفلوس هتجبر هتنجح وجود الفلوس في الموضوع دايما بيخلي قراراتك قرارات عقلك مش حكيمة من في المية دايما بيبقى فيه جزء من الرزق او جزء من الحسبة ان انا فيه رقم كذا في كذا انا وقعت الوقع دي يعني انا وانا شغال في الاول حد قال لي تعالى وهشغالك واسبت شغلي وبعدين رحت هناك فبقيت في الشارع اتعلمت درس دي من دروسي في الحياة ان انا لما فكرت كفلوس خسرت كل حاجة ارجع اقول لك انها زيان لا يعني بالعكس المبسوط انها حصل علمتني فلو نسيت الفلوس ده في اي حاجة في الدنيا يعني اي مشروع في اي حاجة انت لسه بتبتديها لو ما ركستش على الفلوس زي البورسة اقول لك انت لسه داخل البورسة ما تباصش على القصة اتعلم يعني اكبر عايز اقول لك انها كمان مبدأ في الحياة مبدأ مش بس في الجونيورز او في بداية حياتهم يعني خليني اقول لك ان في البزنس لو بسيت بس على الفلوس هدخسر لان دايما دايما لازم تبص على ايه الادد فاليو اللي انا بضيفها هو انا بعمل ايه الجواية اللي انا بقدر ان انا احطها في الماركت واللي انا عايش على اساسها مش عشان الفلوس انا مش عشان دي بيجيب فلوس لا لو انت اهتميت بالناس دايما في مقولة no one care until you care محدش هيهتم بالحاجة اللي انت بتقدمها او يشتريها منك بحد اما انت تكون فعلا مهتم بان ان انت تقدمها بشكل قوي وهو ده اهم حاجة يعني هو انا يمكن دايما يعني لها وجهة نظر في الموضوع ده ان انت ما تلعباش بفلوس انت العبها بذكاء العلاقات اقوم بالفلوس طبعا بس ده يمكن النفس الطويل يعني ده يمكن اللي عايز يكبر واللي عايز يكبر ومش حد بيكبر في يوم وليلة دايما اللي بيكبر بيكبر على فاللي هو عايز يكبر ما يكبرش ان هو يفضل يبص على الفلوس دلوقتي تاعم يبص تحت رجله يعني دايما لما انت بتبقى شايف ازالونج تيرمي في حد فانت اه علاقات اهم الفلوس بش ما كده وقت شرب بلاش بسمعنا كده قولك ان انت حاول تخش اماكن كويسة حتى لو انت جيت على نفسك في الفلوس فيها اه حتى لو انت الاماكن الكويسة دي مش هتفيدك في شغل هتفيدك فيه ناس اشتغلت معاهم بيجيبوك بعدين هتفيدك في صوف توير اتعلمتوه هتفيدك دايما ملو ربنا بسبب الاسباب انت ممكن تبقى رايح مكان تلاقي حاجة جاتلك ملاش علاقة اصلا بالمكان بس ليه علاقة ان انت روحت المكان ده بس فهو الواحد دايما يحاول انت بتسعى وفي كل الاتجاهات دا كلها ساعي مع ناس كتير مختلفة بس برضو هرجع اقول ان بلدنج ريليشن شاب ده في الشغلانة في عيدنا دي من اهم الحاجات لان هو انا دايما بقول ان الشغلانة دي مش يعني المكسب فيها بعيد مش قريب يعني انا دلوقتي بعمل بعمل سواء بعمل كونتنت مثلا بعمل علاقات بعمل مش عارفة بعمل ايه بعمل ايه كل دي اكتوفيد ممكن اعملها ولاي نتيجتها بعد سنة سنتين ثلاثة ليه لان انا انا اعملت مثلا ديزاين لحد ونفسته له وبعد اما اعملت ونفسته بعد ممكن مكنش كسبت فيه بس الشخص دوت انا سبت عنده انطباع ان انا شخص فاهم شخص عملت له حاجة اللي هو عايزها نفست له حاجة اللي هو عايزها بس بعد سنتين الاقي تليفون بيترفع الو انا كذا كذا من طرف كذا اللي انت عملت له الديزاين من السنتين دول فانا عايزك اقول انت وقفت تكلمت معه خمس دقيق مش شرط ديزاين هات بس ان انت اديت معلومة بامانة او ان انت وقفت عملت اد فاليو للشخص ده يفضل فاكرك طول هنبو لما لو انت قلت له لا انا المعلومة دي بمية جنيه ديني فلوس وانا اقول لك الكلام وانت كده عشان كده انا بقول ان حاجات الانتري لابل هم يعملوا انا والله عندي وقت فاضي هاخد حد عنده مشكلة في بيته احل له مشكلة بس بس يكون حل المشكلة بس يكون حل المشكلة بس انا بكلم ان لا انا هكون عندي فعلا اضيف له حاجة ادد فاليو في الموضوع احط له فكرة افكر معاه في حاجة وادي هالو فارفري 100% الشخص ده اللي انا عملت معاه الانتري لما انا لو منافسش حاجة دي معايا لما حد ثاني يجي يسأله على حاجة ممكن يقول له روح للشخص ده واده شخص فاهم وقال لي واحد اتنين ثلاثة قبل كده ونفسته بالزبط غير الحقيقة كلها كده احنا برضو بنلجأ يعني انا بنبقى احنا اليوزر في حاجات اه وبعمل نفس اللي انت قلتها بالزبط اروح لدكتور كويس اروح لحد بيصالح العربية كويس وانا عمش عارف ايه بالزبط فهي كلها انا دايما بسمية ان هي جزء هندسة بنرجع نفس الكسب كافية هي جزء بتوصل بعد كده الجزء هندسة والجزء الاكبر هي بزنس او فيها حاجات كتير سابق فيها حاجات بالفترة فيها اخلاقيات تاجر ان انت في الاقل في اخر انت تاجر انت برضو مصنف ان انت تاجر انت بيبيع سيربس بس انت بزنس ان انت بيبيعها ازاي موادها في الاقل في اخر التجارة فليها اخلاقيات ليها ان انت تلتزم كلمتك حتى لو خسران فيها حتى لو خسرت فيها حتى لو استجد جديد في الامور فانت خسرت فيها ان انت تلتزم بمواعيدك تلتزم بامانتك ما فيش حاجة عندنا اسمعه عصر ده دفع قليل وده دفع كتير فده ياخد شغل قليل وده ياخد شغل كتير أصلا على قد فلوسه يعني من اليوم ما اشتغلت ما عندنا شغل يسمعه كده وكل أنا الفاين التست عندنا فاينل بنسميها كده في المدى التست رندر ده عندنا فاينل يعني التست رندر ده هو ممكن ياخده ويشتغل به مش حاجة اسمعه ان انا بدي لك كده حاجة تمشي حالك بيها عشان انت مش دافع كتير هتبقى على دماغي ليه لا ده بس عامل اخلاقيات التجارة يعني ده الامage بتاعتك اصلا اولا واخيرا اللي انت بتديه له ده انت بتعبر عن الحاجة بتاعك حتى لو انا قلت له ان انا عمله الشغل من فلوس طالما انا التزمت ان انا قلت له ان انا عمله الشغل ده يبقى انا التزمت ان اعمل له الشغل ده مش ان انا هامل له اي شغل اي كلام وهو كده كده مش دافع اذا انت بتبص على العقول اللي مسكه الشغل اذا هي بتفكر بالطريقة دي سواء في البزنس بتاعنا او في اي بزنس اا اكيد الناس دي بتنجح وبتوصل اكيد ففي حاجات كتير قوي حوالين الهندسة مش معنى ان انا وصلت ان انا بطلع رندر كويس معنى كده ان انا بقيت هاخد ترقية شغلي او معنى كده ان انا هبقى صاحب الشركة معنى كده ان انا اشتغل لوحدي لا انت حاجة كويس احنا نفسينا ان انت تكبر وتشغل لوحدك ودائما كنت بقول للناس اللي بتشغل معنا كل واحد فيك وفي يوم الايام كلنا نحتاج بعض محدش نصيحتي ليك مش بقول يعني بس بقول له نصيحتي ليك ان ان انت سواء معي او مع غيري ما انتمشيش من الشركة بمشكلة كده كده هنشوف بعض تاني كده كده هنشتغل مع بعض تاني وسهل جدا ان احنا يحصل صغير وكلنا هنشوف بعضه كلنا هنحتاج بعض ولو انت احتاجتني في اي وقت ملوات انا هكون معك وبدعمك ممكن اكتر من اي حد لان انا هبقى شايف ان الشخص ده كان شغال عندي في يوم الايام انا نفسي نفسي ان هو يوصل عشان تكون ان انت ضفت حاجة اثر بالزبط ضفت اثر في المكان فهي القصة لها ابعاد كتير غير قصة ان انا بشتغل كويس انت تشتغل كويس ده مش حاجة تتكفى عليها ده ده دورك ان انت تشتغل كويس ان انت اللي بعد كده اللي استبسل بعد كده لسيكون مدروسة او برضو عشان ما يبقاش الكلام بيقول ان احنا ما بنقولش ان 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 تشتغل واحدك هو موضوع عيد لا هو مش واضي هو موضوع قريب جدا وموضوع سهل جدا ان انت تشتغل واحدك في نفسي وقته هو صعب جدا لان انا بتشيل بعد كده مسئولية كبيرة خطواته سهلة جدا ننزل نقتح ورق شركة الصبح وناخد مكانه بس مش اغاليه لوحدنا بس بيتجي على السوشيال ميديا خلوس كده كده شغاله واحده فوف خطواته سهلة لكن في دواخله وصعبة جدا حاجة من الحاجات اللي بتخوف ناس كتير انها تشتغل واحدها ان هي دواخله وصعبة لان دواخله فيها مسئولية كبيرة فيها مسئولية ان انت محتاج ان انت تشتغل عن نفسك في مش في المجال الانتجي بس في فيلدز تانية مختلفة لا وتخيل كده ان انت هتجيب ناس شغالها معك والناس دي هيبقى عندها انتماء للمكان طيب انت نفسك لسه ما عندكش انتماء المكان ازاي هتنقله بقى للناس اللي معك ولو الناس دي ما عندهش انتماء وكام عشي هشتغل ايمان الناس بالمكان دايما دايما انا بقول ان اهم حاجة في الشركة او صاحب الشركة ان يبقى عنده بيك فيجن بيك فيجن دي واصلة للناس اللي معك لو البيك فيجن واصلة للناس اللي معك وانت قادر فعلا ان انت تقنعهم بالكلام اللي انت عايشوا جواك هو ده اللي هيخلي الشركة اتجاحة يعني خلينا كده سريعا نلخص اللي احنا قلناه باول حاجة ان هما يبقى عندهم للبرتفوليو بتاعهم هما يكونوا عاملين البرتفوليو بشكل كويس حتى لو ما عندكش مشاريع غير المشاريع الجامعة اقعد اعمل مشاريع اقعد كريات مشاريع بقى فيجن لنا كتير جدا على فكرة ناس عامل مشاريع جامعة تحت الطريقة عقرية احنا عشان بنخش مسابقات فا احنا بنبقى محتاجين خارجين الجامعة ماشي بس هابا كلم بقى بس محتاجين الناس التان بريزنتيشن حلوة منهم اه يعني خليني اقولك مثلا حد عامل حاجات الجامعة بس هو شايف ان هو مقدم لشركة مثلا بتشتغل في رزدنشل وهو في الجامعة ما كانش شغير رزدنشل فايه الصح الصح ان انا اروح اجيب اي بلان من الانترنت واقعد اعمله كله بحيث ان خلاص انا دلوقتي عرفت الشركة دي ان انا بعرف اعمل حاجة كلنا على الله يعني او خالص او خالص يعني تست بروفايل في انواع مشاريع متنوعة طبعا لما ببص عليه دلوقتي بقول ايه دل ايه بس كان بداية وهي النددك اللي انت لاخل بالظبط اميلات ايه بعد اميلات اعمل كذا طب بتجيب الاميلات ازاي فيه كتير او تقول ان انت تجيب اميلات شركات تشتغل معها او ناس او ايا كان يعني كل واحد بقى دي بترجع للشخص هو هيعرض شغوله ازاي هو بريزنت نفسه اللي كان بريزنت نفسه نفسه كويس في الجامعة هيبريزنت نفسه كويس في شغله هيبريزنت نفسه في اي بزنس موديل هيمسكه يعني هي القصة كلها ان انت ازاي تعرض نفسك للعميل نعم بالزبط يبقى احنا هيعرض نفسه ويقدر ان هو يعمل بريزنتيشن كويسة ويقدر ان هو يتكلم على الشغل بتاعه ويحكي هو العمله ده الاكسبرتيز بتاعته عبارة عن ايه جوا الشغل فطريقة كلامه نفسها والبريزنتيشن بتاعته ان هو يبقى عنده نوع من انواع ان هو بيعرف يلقي هو عمل ايه هنا ونفذ ايه هنا لان عشان تشتغل في وسط تيم انت لازم تبقى بتتعامل مع تيم وبتقدر تدليفر الايدياس بتاعتك للتيم ده فدي نقطة مهمة جدا للناس ازا جونيور ان هما يكونوا موجودين فيها ثاني حاجة ما تقولش عن نفسك سينيور او تيمليدر وانت ما عندكش الاكسبرينس بتاعت كور علم الانتيريور ديزين لان خلينا نقول ان الجونيور بيتعلموا ده جوا الشركات او ممكن هما يتعلموا في ديبلومات كبيرة ممكن انها تاخدهم وخليهم يتعمقوا في الجزء ده لكن الاكسبرينس بتاعت الشغل نفسه بقى ان هو يخش ده سيتعلمها من الشغلانة نفسها والتعديلاهت اللي ممكن السينيورز يعدلوها عليه فواحدة واحدة يبقى سينيور لكن لا يستطيع Państwo موجود شخص صدي Range لكن بي بيبقى انه سينيور او ubic Credit Yellow ومشاكلстро Berlug 아니 retrاطقوا ديزين فديه حاجة مهم جدا انه نحن بنفكر فيها ااااااااااااا اي think فمد hearing yang we are on the same seems to turn, Ne初انron was to turn in the future ممكن انه نصنف الموضوع الجونيورز او الımı Crane of the freshman education ممكن يبقى البروغرامز مهمة جدا لهم لان هو دي حاجة ممكن تبقى entry level هو كده كده هيشتغل بالتولز دي بشكل كبير السينيورز الاهم والحاجة الاكبر اللي هما مفروض ان هما يركزوا عليها والحاجة اللي فعلا بتبقى بتتقدر بفلوس كتير قوي هو يبقى فاهم ديزاين صح عنده كور علم الانتيرير ديزاين او كور علم الديزاين ويقدر من خلال سواء هو بقى يطبقها بتولز بايده او يقدر من خلال ان هو يبقى بيستعين بالجونيورز ان هو يطبق الافكار والعلم الصح على انتيرير ديزاين جوادي سنسوا يمكن السينيور او التيمليدر طبعا لو هو واحد او اثنين او ثلاثة ان كان هو بيبقى يعني ممكن يكون اهم شخص في الشركة يعني احنا متفققين في حاجة زي كده لكن هو واحد وسط عشرة فهو ستيل لو جينا بصينا على العدد الاكبر ايه هو جونيورز دلوقتي الناس بتقول ان الجونيورز انت السوق كله عايز سينيورز لا هو سوق كله عايز جونيورز بس عايز جونيورز شايف فيهم ان هم الوقت اللي هيبزلوا معاهم عندهم قبل الا انتعاد بالضبط والوقت اللي هيبزلوا معاهم هيرد تاني يمكن اهم حاجة بحس انها لازم تكون في السينيور طبعا بايدفلت هو لازم يكون شاطر جدا في الشولانة بتعطيه بس يعني لازم يكون عنده قادر يرفع التيم اللي معاهم يعني هو قادر يرفع الناس الصغيرة في التيم كلها التعلم يكون بيقات فاليو الناس كلها يعني دايما كنت بقول في نفسي بقول للناس ما فيش حد انا شايف يعني في التيم اللي ما التيم كله ديني كويسة انا ما نفعش اروح اجبر حد ان ياخد المعلومه من واحد الا لو هو شايف ان عند الشخص ده معلومه فعلا ياخده يعني الشخص ده اما مش بالعافية لو انت عندك خمسة مش بالعافية هتقنع واحد فيهم ان هو اشتغل على الاربع التانيين الا فعلا اللي هو بيفده الناس دي مش هتروح تسأل غير بيفده عارف سعياتها الا يحصل هتلاقي الناس دي بتتخطى وتروح تسأل المدير اللي فوقه بتاخد المعلومة من حد تاني هتلاقي بياخدوا مهم واحد صاحبه زي جونيور في التين بياخدوا مهم صاحبه لانه شايف ان السينيور بتاعهم ما بيقاتش فبقت كده نيك نيمز وخلاص بقت أسامي ما بقتش لها فاليو الوظيفة الاكبر ليه التيم بليدر او السينيور انه هو يبقى بيمانج الناس اللي تحته ويعلمهم صح ويكبرهم ولو هو ما عندهش المهارات دي انه هو يبقى عنده management skills وما عنده ان انا عايز اد فاليو للي تحتي يبقى انا ما بقاش سينيور انا بقى ده شرط اساسي لو انت مش هتقدر تبقى بتخلي الناس الموجودة وتركتب لهم حتى افكارهم يعني في حد عندي اهم ميزة بالنسبالي ان هو بيقدر يركتب وينظم للتاسكس للناس ويقدر ان هو يشتغل معاهم على التاسكس ديه ويقدر ان هو يجمع من ده ومن ده ومن ده ومن ده ولما يحط الحاجة دي على بعضها نقدر ان احنا نقول اه انا هقدر رتبها بشكل معين فتطلع صح هي دي الوظيفة بتاعت حد team leader او ان هو يبقى قادر ان هو يقدر او يكبر اللي تحته بشكل معين لو سينيور او team leader حاول او بيخبي معلومة عشان محدش يتخطى دي مصيب عندنا في الشغل لا بص في الشغل اللي مرتبط بديزاين شغل المرتبط بارت دي مصيبة لان هو انت في الاخر احنا يوميا من الشغلانات اللي انت كل يوم بتمر بحاجة جديدة. شونا بتاك؟ انت ما بتعملش الحاجة كل يوم هي هي. تايمة بتمر بكيس جديدة. تايمة بتمر بحاجة جديدة. يعني مثلا انت اذا شغال في حسابات او اذا شغال في حاجة فانت بتعمل الحاجات دي على طول. يوميا. ممكن تعلم برينامج كذا على فترات طويلة. نعم احنا يوميا بنمر بكيس جديدة. فلو في مشكلة بين الناس في التيم اللي شغلا بينهم بين بعض. وهو في حد بيخب من ممتن حد. وهو في حد انا بيظلم في حد بتزلم. والشركة في الاخر هي بتتزلم. وهي مشاركات كبيرة شوفنا ان هي الطقة علشان كده. علشان ان في الاخر بتعين ناس وخلاص والناس دي لو لو هو معين عشرة اذا هو معين اربعة يرى فتلع من ناس شغل. سؤال انه عنده مشاكل في التيم. فعنده ستة سايبين الشغل. وعادين يأسفنوا بقى. وعادين يضربوا بقى. او يعني عنده مشاكل كتير في الشغل. دي ممكن تكون مثلا عارف شركة الصحاب اللي بسوا حبي يمسكه بعض. زي ما بقول لك. او السينيور او الناس اللي قاعد مع الستوديو في الدزاين. دي يكون بياد فاليو. مش يكون انه هو جست انه هو اونر في المكان فقاعد. دي مشكلة دي مصيبة. جست انه هو اونر في المكان فقاعد بس هو ما بيقدش فاليو دي مصيبة. هي مش كده. وكمان بقى انه بقى اي مشاكل فماش حارف تتكلم معاه فبتاع في كذا. لا هو رقم واحد ياد فاليو. رقم اتنين هو شغال ايه في المكان بياخد سالري شغال بار تايم بياخد شعارف ايه. سوا بيقاد بيعلي التيم اللي معاه. مسك خمسة مسك عشرة تلتهم فريش والباقي خريج بالو سنة. وعلاهم. خلى الناس دي كلها دايما تتابع الناس. كل تتابع الناس دي كانت جاية ازاي. انت كنت جايبها ازاي. ودلوقتي يبطلها شغل اعمل ازاي. وخلي بالك برضو ساعات كمان بيلاقي ان الناس دي جوة الشركة شغالة كويس. لكن عارف لو تحط في مشروع الواحده برا ما هي اشتغلش. ليه? من نجاح التيم اللي معاه. التيم اللي معاه كل واحد حط حاجة في المشروع حط ايده حط عينه في المشروع. السينيور حط عينه في المشروع. الشركة كده وراء البروجيكت اللي طلع ده. عشان كده البروجيكت طلع كويس. كل واحد ليه بصمة في الموضوع. ليه بصمة. لكن الاكبر لي مين? للشخص اللي عمل. للشخص اللي عمل الفكرة. بالزبط. يعني دايما بنقول الكريداباليتي الاكتر مش اللي عمل رندر. اللي عمل رندر ده. اني كنت بقول دايما. انا مش عايز حد يعني لما بدور على جينيور مش عايز حد 100% رندر. مش عايز حد جامل قوي في الرندر. عايز حد يبقى بيفكر. لان الرندر سهل عندي. انا سهل عندي ان انا اعمل البريست واعلمك الرندر من ثلاثة اربعة. واوكي خلي حد يكمل الرندر عندك. انا قصتي كلها ان انا لما نديلك فايل يتحل صح. يشتغل صح. هو ده البينكورة عندنا في موضوع التيم عندك ازاي ياخد البروجيكت مين هيعمله ومين هيطلعه من كزا. وكل دي وظائف السينيور. احنا كده عندنا تعريف واضح في الحلقة دي عن مين الجونيور ومين السينيور. كل واحد ايه مطلوب منه بالذات. اي هوب تكون الحلقة مفيدة بالنسبة لكم. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل هنا على اليوتيوب. وتشير الحلقة عشان الناس تبدأ انها تستفيد وتفهم اكتر العلاقات المختلفة. وتفضل الماينسات بتاعت الليرنرز. احنا موجودين دايما كلنا عشان نتعلم من بعض وعشان نستفيد من بعض. واي هوب ان احنا نكون الحاجة اللي احنا بنقدمها دي يكون لها فاليو كبير. تقدر انها تفيدكم بشكل كبير جدا. بالتوفير ليكم واشوفكم الحلقة الجاي ان شاء الله. اشتركوا في القناة